وزير صحة يقليم كردستان سامان برانزاجي عصابة خمسة اشخاص من عائلة واحدة بمتحور اوميكرون في دهوك مؤكدا انهم عائدون من السفر مؤخرا وقال ان اعرض المصابين طفيفة وحالتهم مستقرة سجلنا خمسة اصابات بمتحور اوميكرون من عائلة واحدة في محافظة دهوك ان الحالة الصحية للمصابين الخمسة مستقرة ولم يدخل الى المستشفى لتلقي العلاج كون اعراضهم طفيفة افراد العائلة المصابعة ايدون من خارج البلاد مؤخرا حيث خضعوا للفحص الذي اثبتت نتيجته اصابتهم باوميكرون ندعو المواطنين الى الالتزام باتباع الاجراءة الوقائية من الفيروس وتلقي اللقاح منع لتفشي الاصابات بالمتحور الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة